اعزائي الطلاب والطالبات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في خدمة دروس اليوم لدينا درس بعنوان الكسور المتكافئة لمادة الرياضيات الصف الخامس الابتدائي فهيا بنا نتعلم اليوم كتابة كسر مكافئ لكسر آخر في البداية دعونا نأخذ هذا التمييد البسيط اكتب الكسر الذي يمثل الجزء المضلل هذه مراجلة معلومات سابقة أخذناها يطلم مني أن اكتب الكسر الذي يمثل الجزء المضلل من يساعدني في كتابة هذا الكسر؟ هيا بنا ساعدوني ممتازين بارك الله فيكم يقول زميلكم أن هذا المستطيل مقسم إلى ثلاثة أجزاء هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني وهذا الجزء الثالث وظلل منه جزئين فقط إذن كيف نكتب الكسر؟ ممتازين نكتب عدد الأجزاء المضللة في البسط لدي جزئين مضللين إذن اثنين في البسط على خط الكسر الثلاثة هي عدد أجزاء هذا الشكل جميعاً كم لدي جزء؟ لدي ثلاثة أجزاء إذن اثنين تمثل عدد الأجزاء المضللة على هذا خط الكسر ثلاثة التي هي أجزاء الشكل كاملة بارك الله فيكم الآن دعونا ننتقل سوياً إلى أيضاً التفكير في شيء آخر الكسر اثنين على ثلاثة يمثل بهذا الشكل لدي ثلاثة أجزاء اللي في المقام اثنين في البسط يعني راح أضلل جزئين هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني أيضاً لدي الكسر ستة على تسعة يمثل كيف أقدر أمثله؟ ممتازين لدي تسعة أجزاء أخذت منها ستة اللي هي في البسط وظللت هذا الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس إذن ضللتها ستة على تسعة الآن يا شطار ماذا تلاحظون على هذين المستطيلين المقسمين؟ ممتازين لاحظ نفس طول المستطيل من البداية إلى النهاية هذه ملاحظة جيدة أيضاً ماذا تلاحظون؟ ممتازين ماذا تلاحظون кто يعني هذة إلىوم heavy هذا المستطيل أجزاء możemy دع adjectل情 fia هذا المستطيل لأنني نفسد هذا المستطيل أنتم تメتار إلى ثلاثة أجزاء ممتازين أجزاء ممتازين الآن بما أن نلاحظنا هذه المعلومات المهمة يسألني ما العلاقة بين الكسرين 2 على 3 و 6 على 9 ما هي العلاقة التي بينهما هل هم متساويان أو أن 6 على 9 أكبر من 2 على 3 أو أنه أقل من ماذا تلاحظون ممتازين زي ميلكم يقول نلاحظ أن الأجزاء المظللة متساوية إذن العلاقة بين 2 على 3 و 6 على 9 هي علاقة مساواة ممتازين ولكن يسألني أحد الطلاب فيقول 2 على 3 كيف صارت 6 على 9 وهذا ما رح نتعلم اليوم الكسور المتكافئة يعني الكسور المتساوية من يجيب زميلكم؟ زميلكم يقول أنا لاحظ أن عندما أضرب الاثنين في الثلاثة وأيضا المقام في الثلاثة تعطيني 6 على 9 فلاحظ معي اثنين ضرب ثلاثة بستة وثلاثة ضرب ثلاثة بتسعة إذن هذا ما يسمى بالكسور المتكافئة يقول زميلكم آخر فقط أضربه في ثلاثة هل يمكن أضربه في عدد آخر؟ تعالوا مع بعض نتعرف على الكسور المتكافئة ونجيب على سؤال زميلكم من خلال الأمثية التالية يمكننا الحصول على كسر يكافئ كسرا معلوما بضرب بسط الكسر ومقامه في صيغة مكافئة للعدد واحد مثل ماذا؟ مثل 2 على 2 هذه تكافئ العدد واحد 2 على 2 بواحد أو 3 على 3 أو 4 على 4 أو 5 على 5 أو 6 على 6 وهكذا إذن يقول أضرب البسط والمقام مع بعضها البعض العدد الذي يضرب في البسط لابد أن يضرب في المقام صيغة مكافئة للعدد واحد وهذه من الصيغة المكافئة للعدد واحد يقول أحزو زميلكم لماذا لم أضرب في الواحد؟ الواحد سيعطي نفس الكسر فهيا بنا نتعرف إلى المثال الأول وفي طريقة تحل مثال واحد أوجد كسرين مكافئين للكسر 2 على 5 سأأتي الآن بالكسر الأول هو طلب مني كسرين مكافئين هذا الكسر الأول 2 على 5 من التعريف أضرب البسط والمقام في كسر يكافئ العدد واحد من يعطيني كسر يكافئ العدد واحد؟ ممتازين ضرب 2 على 2 أو 3 على 3 أو 4 على 4 أو 5 على 5 أو 6 على 6 إذن هي ليست فقط محصورة في 2 على 2 الآن أضرب البسط في البسط والمقام في المقام بهذا الشكل 2 ضرب 2 مباشرة لاحظ معي البسط ضرب البسط والمقام ضرب المقام 5 ضرب 2 وهذا يساوي 2 ضرب 2 بأربعة وخمسة ضرب 2 بعشر أيضا سأأتي بكسر مكافئ آخر 2 على 5 من يقول لي أضرب في كم؟ ممتازين أضرب في ثلاثة فأضرب البسط في ثلاثة لاحظ معي أضرب بسطه ومقامه أضرب البسط في ثلاثة والمقام في ثلاثة فيصبح لدي بهذا الشكل من يقول لي ممتازين 2 ضرب ثلاثة على 5 ضرب ثلاثة لاحظ البسط في البسط والمقام في المقام وهذا يساوي من يساعدني في إيجاد الناتج؟ أبطال ممتازين 2 في ثلاثة بستة 5 في ثلاثة بخمسة عشر إذن أستطيع أن أقول أن أربع على عشرة وستة على خمسة عشر كسران مكافئان للكسر 2 على خمسة بعدما تعرفنا إلى طريقة حل المثال واحد دعونا ننتقل الآن إلى مثال 2 أوجد كسرين مكافئين للكسر خمسة على ستة إذن طلب أيضا مني في هذا السؤال كسرين مكافئين من يساعدني؟ هيا يا أبطال خمسة على ستة أضرب في كم؟ ممتازين في كسر مكافئ للعدد واحد فيقول زميلكم أضرب في أربعة كلامه صحيح؟ ممتازين؟ نعم كلامه صحيح لأن أربعة على أربعة هي مكافئة للواحد فنضرب البسط في أربعة والمقام في أربعة فيصبح الناتج لدينا من يساعدني؟ ممتازين خمسة في أربعة على ستة في أربعة لاحظ ربط البسط مباشرة خمسة في أربعة والمقام في المقام مباشرة ستة في أربعة من يعطيني الجواب؟ ممتازين خمسة في أربعة بعشرين على 6 في 4 بـ 24 ممتازين أيضا أحتاج إلى كسر آخر مكافئ على حسب السؤال 5 على 6 من يساعدني في الحل أضرب في كم ممتازين أضرب في 5 فضربت البصد في 5 والمقام في 5 وهذا يساوي أضرب البصد في البصد 5 في 5 وأضرب المقام في المقام 6 في 5 وهذا يساوي 5 في 5 25 6 في 5 30 إذن 25 على 30 إذن 20 على 24 و25 على 30 كسران مكافئان للكسر 5 على 6 بعدما تعرفنا إلى مثال 1 وطريقة حل ومثال 2 وطريقة حل دعونا ننتقل الآن إلى التدريب الأول أوجد العدد المناسب لملء هذا الفراغ بحيث يصبح الكسران 1 على 2 وفراغ على 4 متكافئان الآن لدي 1 على 2 1 لابد أني أضرب في عدد لابد أني أضرب في عدد بحيث يعطيني ها عدد على 4 فكر معي كيف كتبت هذه الجملة لاحظ أنا أبحث عن عدد مناسب أكتب في هذا الفراغ بحيث يصبح عندي الكسران 1 على 2 وهنا عدد لا أعرف كم على 4 متكافئان فكتبت عندما أضرب النص في عدد سيعطيني عدد على 4 من يفكر معي ما هو العدد المناسب الذي أضربه في النص يعطيني عدد على 4 ما هو العدد المناسب فكروا معي ممتازين زميلكم يقول أنا ألاحظ أن المقام 4 فبحثت عن عدد مناسب أضربه في الاثنين يعطيني 4 ما هو هذا العدد ممتازين 2 لماذا لأن 2 ضرب 2 بكام ب4 تعالوا من بعض نكتب الآن إذن نص يساوي أضرب البسط في الاثنين والمقام في الاثنين وهذا يساوي 1 في الاثنين باثنين 2 في الاثنين بأربعة إذن العدد المناسب هو كم هو اثنين ممتازين بارك الله فيكم الآن سننتقل إلى أسئلة شامل لدرس اليوم أوجد العدد المناسب لملء هذا الفراغ بحيث يصبح الكسران 2 على خمسة و 10 على أيضا عندي عدد مجهول هنا لا أعرف كم متكافئان من يساعدني في الحل هيا يا أبطال ممتازين نكتب 2 على خمسة وهذا يساوي أبحث عن عدد مناسب أضربه في البسط وفي المقام بحيث يعطيني كسران مكافئا من يفكر معي ممتازين زميلكم يقول نلاحظ أن البسط هنا في الكسر هذا المجهول البسط يساوي 10 ولدي هنا 2 إذن أنا أبحث عن عدد أضربه في الاثنين يعطيني 10 ما هو هذا العدد؟ ممتازين الخمسة إذن سنقوم بضرب الخمسة في البسط وفي المقام الحسب تعريف الكسور المتكافئة وهذا يساوي 2 في 5 بعشرة وخمسة في خمسة بخمسة وعشرين ممتازين الآن دعونا ننتقل أيضا إلى سؤال آخر كم جزءا من 16 جزءا من المتر يساوي 5 على 8 متر لاحظوا معي كم جزءا إذن أنا عندي جزء مفقود من 16 كيف أكتب هذا الكسر أولا؟ ممتازين عندي 5 على 8 تساوي عندي هنا جزء مفقود من 16 كيف أستطيع أن أأتي بهذا الجزء المفقود؟ لاحظوا معي 5 على 8 تساوي مربع فارق على 16 من يساعدني في الحل؟ ممتازين ممتازين 5 على 8 تساوي 5 على 8 تساوي أضرب البص في 2 والمقام في 2 وهذا يساوي 5 في 2 بعشرة على 8 في 2 ب 16 إذن الجزء المفقود هو 10 ممتازين ننتقل الآن إلى سؤال آخر ركضت ركضت ابتسام مسافة 5 على 6 كيلومتر أكتب كسرا مقامه 12 يكافئ المسافة التي قطعتها ابتسام فكر معي ابتسام ركضت كم؟ 5 على 6 إذن 5 على 6 أكتب كسر مقامه 12 يكافئ شو معنى يكافئ؟ يعني يساوي الكسر رح أكتبه مقامه كم؟ 12 يقول المقام عندك هنا 12 إذن في البصد مجهول ما أعرف كم فكر معي 5 على 6 تساوي عدد مفقود على 12 ممتازين نبحث عن عدد مناسب نضربه في 5 على 6 بحيث يعطينا عدد على 12 ماذا تلاحظون؟ أبطال نلاحظ أن المقام 12 ما هو العدد لأضربه في 6 يعطينا 12؟ ممتازين 2 إذن سنقوم بضرب 5 على 6 في البصد في 2 والمقام في 2 وهذا يساوي 5 في 2 بعشرة على 6 في 2 باثناش بارك الله فيكم ممتازين جدا الآن وبعدما استعرضنا هذه الأمثلة والتدريبات وكذلك أسئلة تقويمية شامل لدرس اليوم دعونا ننتقل إلى تلخيص درس اليوم تعلمنا اليوم الكسور المتكافية هي كسور متساوية في القيمة فمثلا 2 على 3 أستطيع أن أضرب البصد والمقام في 2 فيصب عندي الكسر المكافئ هو 4 على 6 وكذلك أستطيع أن أضرب 2 على 3 أيضا في كسر المكافئ العدد 1 اللي هو الثلاثة على الثلاثة فأضرب البصد في 3 والمقام في 3 فيصبح لدي 6 على 9 وأيضا أستطيع أن أضربه في كسر آخر وهو الأربع الأربع فيكون لدي في البصد 2 في 4 بثمانية و3 في 4 ب12 وأيضا كسر آخر مكافئ له أضرب البصد في 5 والمقام في 5 فيصبح لدي 10 على 15 إذن لإيجاد كسر مكافئ أضرب البصد والمقام في نفس العدد بحيث أني أحصل على كسر مكافئ إلى هنا وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أسأل الله العلي قدير لكم التوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة